زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة فتاة مصرية بسيطة زكية قدرت أنها تحصد الميدالية البرونزية في المسابقة المعروفة بآيفست في تونس وست 250 مشروع من أكتر من 35 دولة رفعت عالم مصر مهتمة بخدمة الإنسانية مهتمة بتسخير علمها لخدمة الإنسانية معينا في ستوديو مساء الخير إيريني أنور مساء الخير يا إيريني مساء النور أهلا بيك أهلا شكرا طبعا ألفا مبروك على الميدالية البرونزية بس قبل ما نتكلم عن المسابقة وعن الإنجاز اللي عملتي فيها نتعرف عليك أنت الأول أنت دراستك وشغلك وليه اخترتي أنك تشتغلي في المجال ده وتدريسي دراستي دراستي هي أداة بعلم نفس شغلي شادو تيتشر علم النفس مهم لأنه مؤثر يعني هو ما فيش لو ما فيش علم نفس ما فيش إنسان لأن الإنسان بيتكون من أب منه من كيانه هو النفس فعشان يعني لو لغيت علم النفس مش مهم مش هتقدر يتعرفي على الإنسان ولا هقدر أعرف نفسي ولا هعرف أكون بتعامل مع اللي قدامي مش بس اللي قدامي أنا كمان وأعتقد أنه هو كل يعني كل المجالات بتحتاج علم النفسي يعني مثلا لو مدرسة ومحتاج يعرف زي هتعامل مع نفسية طلابه وأنا احتكيت كتير بال يعني من واقع عملي فكان مؤثر بالنسبالي وفي حياتي إني أشوف إيه اختارتي تشتغلي شادو تيتشر بس نشرح للناس إن شادو تيتشر اللي بتبقى بيسموها يعني الضل بتاع مريض التوحد اللي بيدير العالم من حوله بيعمل حالة من التواصل فحكي لنا عن اختيارك لهذه المهنة الشادو هو بيكون مع الطفل زي زل زي ما حضرتك قلتي بس ما بيلغيش عقد الطفل يعني ما يكون مع الطفل بس ما يكونش أنا اللي بفكر له بسيبه هو بيكون بيقوم بيه وبيقوم بدوره وبيتفاعل هو مع صحابه أنا بتدخل بس لو فيه يعني حية محتاجة تدخل موقف محتاجة تدخل فيه مش عارف يعبر فيه عن نفسه موقف أنا فاشرح له ده قصده كذا وهو بيكون في المجال بتاع علم النفس طبعا أنا أي حاجة في علم النفس طبعا انت واضح انك درستي ده عن حب مش فكرة مجموعة طب خليني اعرف منك انت ازاي سمعتي عن المسابقة وازاي عرفتي تقدمي يعني عرفتي المسابقة دي ازاي تخيلتي ايه نوع البحث اللي هتعمليه يعني فكرة المسابقة والمشاركة فيها الجهة اللي قدمتي عن طريقها ما هو بتأكيد اي مسابقة فيه جهة تقدمي عن طريقها فحكي لنا عندها لاني عضوة في جمعية الشباب للابتقار والباحثين للابتقار والتنمية وهي الدكتور فيها ما سابتنيش بصراحة هي بتقدم بتساعد الطلبة وكمان والشباب مش بس الشباب ان هم يكونوا بيزاي يفكروا ويلقوا فكرة وايه هو البحث العلمي وازاي يكون عندي فكرة واقدر اقدمها فهي قدمتلي من خلال الجمعية دي فكرة المشروع بعتوها لان هم عاملين شراكة مع المسابقة فالهيئة المنظمة المسابقة طلعت على الفكرة وبعت الدعوة وانه متوافق علي الفكرة انه اقدر اقدمها فاروحت بيها وبعتولي دعوة برقم الباسفور يعني